أسألت أنه تفنان الكوميدي لطول الوقت يبقى خايف أن الكوميديا بتاعته ما تدحكش صب بس هنا الشاعر والأديب هو بيكتب هل بيبقى فيه عنده نفس القلق لأن أنا بشوف دكتور ميت حت وهو بينتقل من مرحلة عمرية لأخرى هو لا في نفس ذات التقلق في نفس ذات النجاح في نفس ذات القدرة على الوصول والولوج لكل تمام طب أنا سألك سؤال جي لي كله بيكتب دلوقته ألا اختفى لا في ناس اختفوا اختفوا وجي لي اللي قابلي فهي مش حاجة سهلة زي ما أنت متخيل يعني أنت ما تيجي تكتب دلوقتي سيدي في الجامعة الأمريكية هل حتكتبوا بنفس الإفعادة اللي كتب في سن 98 لا لأن بقى فيه جمهور تاني ومطلق تاني وطريقة دحك تانية وطريقة سرد تانية فإذا ما كنتش أنت عندك القدرة على هذي الملاحقة طول الوقت بتاعه تسأل نفسك ولأن اللي بعمله ده الشباب ما هو بتفرج عليه هايحبه هل أنا عارف أقدر أفوصل لهم ده ده هاجس لازم بيبضل جواك لو لم تفكر بهذا المنطقة عمرك ما تعرف توصل لهم لأن ده بيدفعك أن انت تجيب مخرج شاب وتجيب ولادك وصحابك إقروا النص ده بقولك لا احنا ببنقولش كده دلوقتي احنا بنتكلم بطريقة الفرانية الحوار ده قديم لازم دول الوقت ده يبقى الهاجس ده عندك لو طول الوقت بتخيل إن اللي بتكتبه ده قانون وهتبقى هتتنسي تمام؟ فنفسي كان الهاجس اللي كان عند شارل شابلين وبعمل غنوة وهو نايم بيحلم أنت بقدمه ده ده أنا كنت زمان حابك بقول له كنت زمان كابوس للفنان إن أنا حطلع معرفش أدحك على فجرة ده 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 كابوس طول الوقت موجود هل أنا على الموجة بتاعت الناس والعصر ولا أنا بعيد ولا أنا بعيد